معدنا الآن مع موجز الأهم وآخر الأنباء موجز الثامنة صباحا مع دينا شرف شكرا لك محمد الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جيرونيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بإجراء مراجعة قانونية دقيقة لأوجه صرف المبالغ المالية المخصصة للاتحادات الرياضية التي شاركت في جميع المصابقات بأولمبياد باريس وفي إطار إجراء تقييم شامل لأداء الاتحادات الرياضية في دورة باريس 2024 وجه رئيس السيسي بمراجعة حجم المبالغ الممنوحة والمخصصة لبعض الاتحادات ارتباطا بما حققتهم النتائج في هذه المصابقات لبيان أسس المنح ووضع دوابط محكمة فيما يتعلق بمنح مبالغ الدعم لها مستقبلا كما وجه رئيس السيسي بدراسة تقديم الدعم المناسب للاتحادات التي حققت مراكز متقدمة في المصابقات واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الاتحادات التي ظهر عناصر من أعضائها بشكل سلبي ووجه كذلك بتحجيم المشاركة في الألعاب التي لا تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية بحيث تقتصر على اللاعبين الوعدين ووضع أصص للاختيار من خلال مقارنة الإنجاز المحلي ونظيره الأولمبي ومدى التقارب بينهما وذلك مع تقليل أعداد الفنيين والإداريين المشاركين في البعثة الأولمبية التقى وزير الخارجية والهجرة وشؤون مصر الناب الخارج بدر عبد العاطي مع كبيرة منصق الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجريد كاخ وذلك على هامش مشاركته في الشق الرفيع المستوى من اجتماعات الجماعية العامة لأمم المتحدة بنيورك وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء مواصلة مصر تقديم الدعم اللازم للمسؤولة الأممية لتمكينها من تنفيذ مهام ولايتها كما شدد عبد العاطي على أهمية وقف إطلاق النار ورفع جميع العقبات التي تضعها إسرائيل أمام نفاذ المساعدات لقطع غزة من أجل إيجاد نهاية للأزمة التي يشهدها القطع أعلن الجيش الإسرائيلي أن عشرات الطائرات الحربية شنت غارات واسعة ضد أهداف الحزب الله في جنوب لبنان وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الغارات جاءت بعد رصد استعدادات حزب الله لبناني لإطلاق قذائف صاروخية نحو إسرائيل وفي وقت سابق أكد جيش الاحتلال أنه أصاب ألاف قطفات الصواريخ وأهداف أخرى لحزب الله في لبنان رفض المرشح الجمهوري دونالد ترامب بطرح منافسته الديمقراطية كاميلة هاريس إجراء مناظرة ثانية بينهما في أكتوبر قبل أيام من خوضهم الانتخابات الجئاسية الأمريكية وقال ترامب خلال اللقاء الانتخابي في ولاية كالورين الشمالية إن الأوان قد فات لإجراء مناظرة جديدة مضيفا أن التصويت قد بدأ في إشارة إلى الاقتراع المبكر الذي انطلق في ثلاث ولايات الجمعة الماضية ختم الموجد الثامنة فاصل ونعود لحظاتكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر